السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحة العالمية تحذر الكوليرا تهدد حياة المواطنين ومستشفيات ميدانية بلبنان لتدارك الوضع عرضت فضائية العربية تقرير عن انتشار مرض الكوليرا في لبنان حيث بدأ المرض في الأراضي السورية ومن ثم إلى اللبنان في انتشار سريع وأعلنت الحكومة اللبنانية عن تفشي خطير للكوليرا في البلاد تم تسجيل 169 إصابة وخمس وفيات حتى الآن وأوضحت تقرير أن 70% من الإصابات بتعود لنازحين سوريين وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تجهيز ثمن مستشفيات ميدانية لإعلاج المرضى وذلك للحد من انتشار المرض وقالت منظمة الصحة العالمية في تصريحات لها أن زيادة الإصابة تسببت في تزايد عدد الإصابات حول العالم في نقص لكاح الكوليرا وذلك قررت المنظمة تقليل جرعات علاج الكوليرا إلى جرعة واحدة وأبرز أعراض الكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه الملوثة وتتمثل أعراضه في إسهال حاد وقية وسجلت سوريا 41 وفاة بسبب الكوليرا وأكثر من 700 إصابة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من تفشي هذا المرض ينزر بخطورة شديدة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا